اشتركوا في القناة وقد سجن الأنبياء منهم يوسف عليه السلام فقد يكون السجن في بعض الأحيان ابتلاء لبعض الناس ابتلاء وتمحيز واختبار من الله عز وجل لهذا العبد المؤمن وهذا نوع من أنواع البلاية التي يمر بالإنسان في هذه الحياة الدنيا ترى السجن هو الذي سجن عن الله وعن ذكر الله وعن بيوت الله وعن الإقبال على مساجد الله عز وجل هذا هو السجن الحقيقي أما الذي سجن سجن حسي ولكن معنويا هو قلبه متعلق بالله عز وجل كيوسف عليه السلام ترى هذا حر يا أخواني يعني شيخ الإسلام ابن تيمي عندما سجن ماذا قال قال ما يفعلوا أعدائي بي أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وتشريدي من بلادي دعوة وسياحة والعجيب يا أخواني أن شيخ الإسلام يحكى عنه أنه عندما دخل السجن انكب على القرآن في آخر حياتي مات وهو في السجن مات على إيش مات على قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر موقع تدير والله يرزينا أياه أيضا أن السجن السجن حينما يكل الأولياء والصالحين أو الابتلاء ابتلاء بشكل عام يكون بعده التمكين من الله سبحانه وتعالى الله شوفوا نبي الله يوسف عليه السلام حينما سجن سنين طوال وهو في السجن لكن ماذا كان بعدها ظهرت براءته وجعلها الله عز وجل من سجين إلى وزير هذا من فضل الله عز وجل على عباده في هذه الحياة الدنيا أن يكون بعد الابتلاء النصر والتمكين هذه مغزة من المغازة التي ممكن استذكرها في هذه اللحظة ولذلك لما ختم الله الآية ماذا قال عن يوسف؟ قال ملخص هذه الآية كلها ردد وراءنا رشا يقول الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله إله قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إذا كنت تعلم الإحسان اقرأ سورة رسالة